اخواني اخواتي عشاق قناة البختمو فاس حيكم والله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اخواني اخواتي بعد غياب طاول عدنا اليكم مجددا في واحد البختمو اللي كتواجد في طريق مكنسية هاد شقة لجميلة خوتي هاد شقة اللي كتواجد بالطبق الثاني لمساحة الاجمالية ديالا وهي 108 اللي كتواجد في قلب التيتر غادي تشوفوا الجمالية ديال هاد شقة كاملة في الفيديو باذن الله وعلى بركة الله هاد شقة للسيدة يعني اعطتها حقها بكل ما فيها يعني عدة اشياء اخدتها هي عدة اشياء اندخلت فيها تعديلات جميلة جدا ومعاك غيجر واحد يعني اربليس دو وهي في الطبق الثاني اخواني اخواتي جاية انفاس مع الشارع الكبير ديال مرجان يعني مرجان قريب لك طلبات الحاية موجودة خوتي فهد الحي اللي هو رياض الليمون على الشارع الكبير اللي جاي كيهبطنا مباشرة المرجان هنا كتشوفوا معايا اخواني اخواتي جوج ديال لصالون اللي مبهجين ما شاء الله في الدخيلة مباشرة ديال الباب الرئيسية كتشوفوا تفريشة مزيونة حتى اللي بغاها بهد الاتات مرحبا واهلا وسهلا بالنسبة الاتات اللي بغاها غادي يتفهم مع صاحبات الشقة احنا يا كن نذكروا ثمن البيع فارغتين وكتشاهدوا معايا هد لديزاين اللي كيتواجد في الصقف عاطي واحد جمالية واحدة رونقية جميلة لهد الشقة يعني هد السيدة دخلت عليها تعديلات جميلة وردتها تحفة فنية خوتي ثلاثة ديال الغرف جوج ديال الحمامات وكوزينة وكم الخوتي الدار يعني مصلحة على حقها وطريقة بالاضافة ان الفونتاج اللي عندك انك معه جار واحد وهي في الاربليز دو هنا كتشاهدوا معايا ما شاء الله الجمالية ديال هد الصالون البلدي اللي كتشاهدوا في هد تفريشة جميلة لجاية غزالة ما شاء الله وكذلك خوتي كتشاهدوا معايا هد الديزاين اللي كيتواجد ديال القبص البلدي يعني اي تفريشة فرشتها خوتي بضوغكم مدم ان الدار جميلة ورائعة يعني افصلتها جميلة كتجي رائعة جدا اخواني اخواتي دائما ابختموا فاستة فجأكم بالجديد ودائما العروض ديالنا يعني كنجيبه لكم الافضل والاحسن اخواني اخواتي كيفما اذكرت بان هد الشقة جميلة اللي كتواجد في هد الموقع هذا المساحة دياله هي مية وثمينية ديال الميتر اللي كتواجد في قلب السيطر ومسطح خوتي اللي كاللي تيتواجد في هد الشقة هذي يقدر الانسان يعني يقسموه حتى مع هد الشر الوحيد اللي سكن في هد الارقليس دو هنا اخوتي متعناكم جمالية ديال هد الصالونات المبهجين اللي جايين رائعين جدا غادي ان شاء الله بحول الله غادي تشاهدوا معايا كذلك الغرف بتلاتة اللي جايين حتى هما مزيونين وكتشوفوا معايا الانسطلاسيون ديال التلفزيون اللي جاي امام الصالون والسيجور وغادي نمشي مباشرة بشتشوفوا معايا هد الكلوار اللي غادي يجمع الغرف وكذلك الحمام هنا هده هو الكلوار اللي قبالتنا كين البيت الاول وكين كوزينا وكين حمام هدي الغرفة الاولى اللي تهي اطلالة ديالها جاي مباشرة على اه لاكور كتشوفوا معايا الجمالية ديال الغرفة وكذلك البارك اللي كيتواجد في الارض كتشوفوا عطي واحد جمالية جميلة الوين دياله مفتوح جاي رائع وهدي اخوتي هناك كتشوفوا معايا هد الحمام اللي في دخيلها مباشرة كتشوفوا انه كبابر وكي احتوي على فاسك وعلى اطوالت وعلى الدوش اللي احتهوا بالكوليس ديال الجاج واحتهوا كامل اخوتي يعني يتعاود على حقه وطريقه وجاب هد المنظر جميل ورائع وكين كانا انفق الحمام مباشرة وهنا غا ندخلوا على بركة الله الكوزينا باش شهدوا معايا الجمالية ديال الكوزين الكوزينا اللي فيها كل شيء وجاي بها دلوين الابيض كتشاهدوا معايا كل شيء في بلاسو كاين الاهوت وكاين البلاك كتشوفوه معايا وكذلك كاين الفران وكاين الانستالسيون حتى ديال الماكينة والانستالسيون ديال اللاجة كاملة بالخشب رايجة على الكوزينا كل شيء انكاستخي في بلاسو وكاين خوتي طبلة مونجي اللي كتشوفوها معايا وكاين قبلتنا كذلك الانستالسيون ديال الشوفو اللي حتى هو جاي جاي مزيون كتشوفو البلاكارات من التحت والبلكارات من الفوق هنا يا كتشوفو الجمالية ديال الكوزينا وهذا شوفو اللي اذكرت لكم حتى هو جاي وشباك اللي كفيفر جاي الاطلالة ديالو على لكر مباشرة هنا كتشوفو طبلة مونجي خوتي اللي بغا يخليها واللي بغا يزولها هنا شاهدتوا معايا الكوزينا وكذلك الحمام وكذلك اخوتي شاهدتوا معايا هاد البيت غادي نمشي مباشرة ديالدخلات الباب مباشرة لمن يكن ندخلو وهاد هما الصارونات اللي امتعناكم ببداية الفيديو كتشوفو هاد الواجهة صارونات رائعين وهنا اخوتي كتشوفو معايا الغرفة التانية اللي كتواجد في قلب هاد الشقة هادي جميلة اللي اه كتشوفو انها مخصلة اصلاح لوالو معتبرة وجميلة هاد الغرفة اللي فيها تاني كذلك الحمام اللي كيتواجد فيها اللي فيه فاسك عاو تاني بطريقة اخرى وكذلك فيها الطوارد وكاين الاصطالسيون ديال دوش اللي بغا الانسان يديرو جاية كتشوفو بهاد النوعية جميلة ديال الصانيتر جاية رائعة في قلب هاد لاشومبه هنا كتشوفو معايا الباركي حتى هو في هاد البيت هادا كتشوفو كل شي جديد كل شي على حقه وطريقه وغادي ندخلو مباشرة باش تشوفو المساحة الكبيرة ديال البيت لها الزنموسية كبيرة بالاضافة البالكون اللي امامنا اللي جاي على الطريق الرئيسية ديال الطريق مكناس والبلاكار اللي قبلتنا كتشوفو حتى هو خوسي كل شي الانسطالسيون ديال كليماتيزور وكذلك ديال التلفزيون في المكان دياله المناسب. اخواني اخواتي دائما كنمتعوكم بجمالية الشوقة. هدا البالكون اللي هتشوفوه معايا جاي مباشرة على الطريق. هنا اه خوتي شاهدته معايا هاد الغرفة جميلة وكذلك غادي نمشي مباشرة باش شاهدوا معايا الغرفة الثالثة اللي كتواجد في هاد الشوقة. هنا خوتي غتشوفوا معايا هاد الغرفة جميلة اللي جاي عبارة على سيجور كتشوفو تهي المساحة ديالها كفيفرة والاطلالة ديالها على اللاكور مباشرة. تالي بغا يدير اخواني اخواتي بغا يدير اه جوج ديال نوامس في هاد البيت هاد الوليداته. كتشوفو ما شاء الله يعني جاي مزاون بهاد السديدرات وكذلك فيه بلاكار كفيفر. تالي بغا يدير هنا يا البيت الوليدات دياله. وكل شي اخوتي بالانستالاتيون الكليمة وكذلك بالتلفزيون اللي رايج على هاد اه الشوقة كاملتان. كان متعوكم جمالية ديال الغرفة جميلة الاخوان. ودائما شعارونا اللي مشراء يتنزه. يعني اخوتي ماشي مادم اننا كنت فرجو الا لا وغادي انشريو. دروري الانسان آآ ياخد افكار جميلة هاد القناة هادي اللي دائما كان عرضوكم اجمل الشقاق واجمل العروض. هنا آآ اخوتي شاهدتو معايا كل مفهد آآ الشقة للمساحة ديالها مية وتمينية ديال المتر. والطبق التاني واللي فيها غيجة. لدي اشتركوا في القناة